لمناسبة مشروع التهجير الجديد لأهالي شمال سيناء تحت الشعار توسعة ميناء العريش كان لازم نعمل حلقة عن سيناء نفهم فيها مع بعض الوضع عامل إزاي هناك على الأرض من بعد تحرير سيناء ولحد دلوقتي عشان نعرف مين الجاني ومين اللي مجني عليه هل فعلا أهالي سيناء إرهابيين وخونا يستاهلوا كل اللي يجرى لهم ولازم نقضي عليهم زي ما النظام بيحاول يصور لنا ولا ناس على باب الله مقهورين ومدسع عليهم زي حالتنا نعمل كبات الشاي نعمر التصر وهي بنا نشوف الناس الغلبة اللي في سيناء اللي بتهجروا من بيوتهم مرة تحت شعار محاربة الإرهاب ومرة تحت شعار توسعة ميناء العريش لازم كلنا نوقف جنبهم ونعرف مشاكلهم وندعمهم لأن سيناء دي هي خط الدفاع الأول عن مصر وأضايا الأمن القوم المصري 90 منها في شمال سيناء تحديدا من اللي بعتك وقال لك احنا بنطالب تعودات انت كذبت في الحتة دي وقلت اللي احنا بنطالب تعودات نتجزب ليه طيب إحنا عاوزين نكتر حال حرم عليك بقى والله حرم عليك بقالنا 40 سنة داري سينك كسر احنا نروح فين طيب منك انت كذبت في الحتة دي وإحنا عاوزين نكتر حال من هيا نعمل ايه احنا والله هنبعد في البيوت هنا هنروح فين يعني هنروح فين قل لي هنروح فين التاريخ السناوي هيبقى فيه قبل 2014 وبعد 2014 زي كده أمريكا قبل 11 سبتمبر وأمريكا بعد 11 سبتمبر أي نعم سيناء قبل 2014 وعلى مدار 40 سنة ما كانتش جنة بس بعد 2014 اتحولت حرفياً لجهنم على إيد عالفتاح هتلر بعد حرب 73 وبعد رجوع آخر شبر في سيناء وبالتحديد بعد أغنية سيناء رجعت تاني لنا ومصر اليوم في عيد هل سيناء وأهل سيناء كانوا في عيد فعلا؟ سيناء قبل 2014 ما كانش لها أي نصيب في الاهتمام الحكومي كانت دايماً بتعاني من نقص المرافق والخدمات وكان ما فيش أي اهتمام بأهل سيناء وكلمنا طبعاً عن شمال سيناء لأن جنوب سيناء فيها طبعاً شرم الشيخ اللي كانت عاصمة الحكم التانية في عصر مبارك وطبعاً كان لها الاهتمام كله عشان السياحة والاهتمام الأمني كله برضو عشان مؤتمرات واجتماعات مبارك وتأمين السياحة الإسرائيلية وخصوصاً في طابة نادر إنك تلاقي مصري زار سيناء بس في نفس الوقت استحالة تلاقي إسرائيلي ما زارش طابة الإسرائيلي بيدخل طابة من غير تأشيرة وبيتشال من على أرض شير ده بيبقى ناقص يدلق وسام سيناء من الدرجة الأولى هو داخلي أما المصري بقى اللي عايشه محافظة تانية محرم عليه يدخل سيناء اللي هي جزء لا يتجزأ من مصر إلا لو كان من أهل سيناء أو شغال موظف حكومي في سيناء أو في القطاع الخاص بس لازم يكون معاً حاجة تثبت الكلام ده كله انت متخيل كل الشروط دي عشان تزور سيناء اللي هي جزء من مصر فهي سيناء رجعت لمين بالضبط؟ محافظة شمال سيناء اللي فيها رفح والعريش والشيخ زويد دي شافت من العذاب ألوان وتثابت تقابل المجهول سنين طويلة ولا تعليم عدل ولا مستشفية عدلة ولا تنمية ولا مرافق ولا خدمات ولا فيه أي اهتمام بالمواطن السينوي يعني فقر وجهل ومرض وكأنه سيناريو ممنهج لتدمير شمال سيناء عشان تبقى أرض جرداء لا زرعة فيها ولا ماء بس بالرغم من الظروف دي كلها المواطن السينوي كان بيحاول يتعايش أي نعم الدولة ما بتوفرلوش أقل احتياجاته بس في نفس الوقت ما كانتش بيتبيد وإبادة مباشرة يعني حسن مبارك مع إنه ما كانتش وطني 50% بس ما كانتش فاجر زي عمفتاح السيسي مبارك كان عنده من الزكاء إنه يستغل الأنفاء بين قطاع غزة ومصر بشكل يحقق مصالح مصر وفلسطين والمواطن السينوي في خط واحدة قصة الأنفاء دي كانت نخليها جزء كبير من خيوط اللحبة في إيد مصر وفي إنها تبقى شريك رئيسي في أي حل بخصوص قطاع غزة المواطن السينوي اللي إحنا ما بنعملوش أي حاجة في العلن بسبب اتفاقية كامب ديفيد اللي كان واضح إن من أول بنودها هو إن سيناء تفضل سحرة فالمواطن ده على الأقل ينسيبه يسترزق من تجارة الأنفاء من جهة ومن جهة تانية نعرف نقف جنب أهالي غزة في السر وندخل لهم الأسمنت والحديد اللي محزور دخولهم مع المواد الغذائية مع شوية سلاح في النص على حسب الاحتياج يعني وعلى حسب التطورات السياسية والعسكرية على الأرض وده طبعا كان في صالح مصر ومديها يعني توق لقصاد إسرائيل في المنطقة كلاعب أساسي على الأرض وطبعا كلنا فاكرين تصريح مبارك الشهير لما إسرائيل طلبت منه يردم الأنفاء قال لهم النفق ليه فاتحتين سدوا اللي عندكم هو ابن اللعبة كان ليه كلام مخنع برضو ساعات يعني لأنه طبعا كان عارف أنهما مش هيقدروا يسدوا اللي عندهم بسبب قوة حركة حماس وصعوبة مواجهتها في عمق قطاع غزة فكانوا عاوزين جيش مصر يدخل في حرب بالوكالة مع حركة حماس عشان يحموا أمن إسرائيل وطبعا بسبب الأنفاء دي كانت علاقة مبارك بحماس كويس وعلاقة أهل غزة بمصر في أحسن حال وخصوصا أن الأنفاء دي ما كان لاش تهديد مباشر على أمن مصر يعني بدليل أننا على مدار السنين ما شفناش عمليات تضر مصر بشكل أمني بسبب الأنفاء إلا نادرا يعني وحتى ما كانش فيه أي حاجة تثبت أن أي فلسطيني أو حد من قطاع غزة أو حركة حماس متورط فيها بشكل مباشر أو ممنهج يعني وفضلة الدنيا ماشية ولو بشكل نسبي يعني لحد ما جاء ديفيد شارل عبدون الشهير بعد فتاح السيسي لحكم مصر من على ظهر الدبابة وحصلت عملية سينة سنة 2014 اللي راح ضحيتها 33 جندي مصري واللي لا أنا شخصيا ولا أي حد يقدر يحدد مين اللي عملها بالزبط ولا حد يعرف أصلا مين جماعة أنصار بيت المقدس دول لكن كل اللي نعرفه إن محدش استفاد من العملية دي بشكل مباشر غير إسرائيل وعب فتاح السيسي بس كان أول رد للسيسي على العملية دي هو تهجير أهالي رفح وهدم تمنمائة منزل فيهم حوالي 1200 أسر وعمل منطقة عازلة بعرض 500 متر بشكل مبدأ يعني بين مصر وقطاع غزة وطبعا هد الأنفاء بس لحظة واحدة كده هو كان فيه أي دليل إن اللي نفذه العملية دي جايين من قطاع غزة أصلا طب ليه ما يكونوش جايين من تال لقبيب مثلا طب هي اتفاقية كان بدايفيد أصلا مش هي اللي مسؤولة عن إن التمثيل الأمني في شمال سينة يبقى تمثيل رمزي بأسلحة خفيفة ومعليش جمان يعني إيه زنب الأسر اللي هتتهجر من بيوتها وأراضيها بسبب فشلك أنت في الأمن وغيابك عن المشهد عشان خطر اتفاقية فيها بنود كتير مخزية أنت ماضي عليها وبتعمل به طبعا كلنا فاكرين تهجير أهالي مدن القناة سواء بورسعيد أو الإسماعيلية أو السويس في الفترة من سنة 56 لحد 73 وده كان تهجير إجباري خوفا على حياة المواطنين ولأن الناس فعلا عارفين إن ده ملوش غرض تاني غير الخوف على حياتهم وافقوا بمنتهى الرضا ومشى الأطفال والسيدات وكبار السن وفضل الفدائيين اللي عملوا قصص كفاح وصمود أسطورية وصاد العدو سواء الإنجليزي أو الفرنساوي أو الصهيون الفدائيين اللي لولا تضحيتهم واحتضانهم لجيش مصر ومساعدتهم كان الانتصار هيبقى شيء في منتهى الصعوبة لأنك كجيش نظامي من غير شعبي يدافع معاك وتتحمى فيه هتبقى هدف مباشر لجيش العدو اللي عنده تفوق حاسم على مستوى التجهيز العسكري وطبعا حرب الشوارع اللي قدها الفدائيين كانت سبب في تفوق مصر في الحرب الغير متكافأة فأكتر من مناسبة نرجع بقى السيناء والأهالي سيناء بالتحديد اللي انت بدأت عهدك معهم بحرب مباشرة عليهم هل الناس اللي انت هدت بيوتهم وجرفت مزارعهم واعتقلت وقتلت شبابهم بدون اي محاكمات هل دول اساسا ممكن يقفوا معاك في اي حرب الناس دول زي ما هما شايفين ان اسرائيل عدو ارهابي شايفينك برضو انت كمان ارهابي اغتصبت ارضهم فطبيع ما يقفوش معاك برضو وطبعا احنا شفنا واسمعنا كلام كتير موسق بالصوت والصورة عن اطفال صغيرين وشباب اتقتلوا بدام بارد وللأسف من افراد من الجيش المصري بدون اي محاكمات ويمكن حتى من غير اشتباه حقيقي وفي قصص كتير لابرياء منهم سيدات واطفال راحوا ضحية عمليات اطلاق نر بالخطأ من الجيش المصري او راحوا ضحايا في عمليات قصف مباشر مقصود او عن طريق الخطأ برضو لما كان الجيش بيقصد بيوت الناس ده غير برضو اللي راحوا ضحايا في استهداف مباشر او غير مباشر في عمليات الجامعات الاههابية اللي احنا مش عارفين هم مين ولا عددهم قد ايه وليما بيخلصوش رغم ان الجيش بيحاربهم بقالوا عشر سنين وكل شوية يطلع بيانات نارية عن قتل مجموع منه من غير شعارات رنانة بس ما لهاش اي وزن على ارض الواقع هل الناس دول لو ما وصلوش بسبب افعالك ان هم يعملوا ضدك اعمال انتقامية بشكل مباشر هل ممكن يوقفوا جنبك ويبلغوا عن اي حد عارفين انه بيعمل ضدك عمليات ارهابية اسرائيل لما دخلت سينة ما دخلتش في صدام مباشر مع اهل سينة ولا هجرتهم من بيوتهم بالعكس دي بدأت احتلالها في سينة بالتعمير مش بالتهجير والخراب وفارت احتياجات اهل سينة الاساسية وما دخلوش في صدمات مع مشايخ القبائل وخلو كل شيء قبيلة هو اللي يأمن منطقته سيناريو سقوط بغداد مش بعيد بس اللي يفهمه ليه بغداد سقطت بالسهولة دي بالرغم من التحصينات والدفاعات اللي جواه ناس كتير مش لقين اجابة للسؤال ده وناس كتير قالوا ان ده بسبب خيانة داخل ايه وده ممكن يكون صحيح بس مش ده الاساس برضه الاساس والسبب الحقيقي في سقوط بغداد او العراق هو صدام اللي ممكن تتكلم عن حسناته بالضبط زي ما تتكلم عن حباية كريز فوق صندوق زباله لانك قاصد تتعامى عن المصائب اللي هو عملها الراجل فشخ الامن القوم العراقي لما دخل في صدامات وحرب مباشرة مع الشيعة والاكراد وهجرهم من ارضهم وبلدهم ولما جيت ساعة الحقيقة صدام لقى نفسه لوحده والعراقيين فتحوا دراعتهم للاحتلال عشان يخلصوا من صدام ده واصل الامر ان يبقى فيه مظاهرات مؤيدة للاحتلال التاريخ دايما بيعيد نفسه لان القواعد ما بتتغيرش بس مين يفهم يعني انا شخصيا عندي قناعة ان عملية صينة في احسن الاحوال لو ما تمتش بدعم او اياد الصهيونية فعلى الاقل تم استغلالها بشكل سياسي بين اسرائيل والسيسي كذريعة لهدم الانفاق اللي كانت كابوس بيهدد اسرائيل في كل لحظة خلينا نقول يا سيدي على هواك ان فيه فئة ضالة من اهالي سينة وفيه جامعات انهابية انت كنت فين اصلا والفكر ده بيكبر في وسط سينة ايه التنمية اللي عملتها الاهالي سينة على مدار تاريخها عشان تبعدهم عن الافكار المتطرفة وتنمي عندهم الولاء والانتماء لبلد في الغالب ما بيشوفوش منها غير كل شر او اهمال في احسن الاحوال بالعكس سبتهم في جهل وفقر ومرض كان فين الامن بتاعك اللي متأيد باتفاقية كامب ديفيد لما كانت الجامعات دي بتكبر ماهلو كانت فعلا جامعات ارهابية اللي بتعمل كده فهي ما ظهرتش في يوم وليلة اكيد يعني بالمناسبة عاد الحبارة اللي تمسك وتنفذ فيه حكم بالاعدام بتهمة انه المخطط والمنافذ الرئيسي لعملية رفح التانية ماهواش من اهالي سيناء اصلا ده بالشرقية واستقار في سيناء من 2005 غير كده يعني لو انت فعلا جاد في محاربة الارهاب هتصدر المجندين الغلابة اللي ما يعرفوش البندقية من كوز الدورة واللي ما نهمش دي ولا صح عشان عندك منهم كتير وببلاش فترميهم في وسط النار من غير دعم جوي او دعم على الارض طب قوات الكولونية خمس خمسات وقوات الصعقة ثلاث سبعات فخر الصناعة المصرية اللي كل واحد فيهم قد الحيطة ده اللي لو ما ظهروش في الظروف دي قمال بيظهروا امتى فالاستعرضات بس هم قلعين مالط ودهنين جسمهم زيت عشان يفرجون عضلاتهم ولا بيظهروا في الثورات بس عشان يحموا النظام من الشعب زي ما عملوا في يناير طبعا كلنا فاكرين مشهد استغاسة منسي اللي نزل في مسلسل الاختيار فما تفهمش يعني هو ايه الفخر اللي مخليك فضيحة زي دي عمل لها مسلسل مخصوص تتمنظر بي فضيحة بكل المقاييس الانسانية والعسكرية ايه الفخر في انك سايب كمين مرمي من غير دعم جوي او مدفعي وكلهم راحوا زي اللي قابلهم واللي قابلهم ولا انت متعمد اصلا تسيبهم هما وغيرهم يموتوا عشان تتاجر بدمهم عشان تحقق مكاسب سياسية ليك تسبتك في الحكم وتقوي علاقتك بالصهيم ربنا يكون مع اهل سيناء اللي مهروسين في النص ما بين الجامعات الارهابية وما بين الجيش وكل طرف مدور فيهم اتضرب من ناحيتهم الجيش شايف ان الاهالي بيساعدوا الارهابيين اللي احنا شخصيا مش عارفين هم مين والجامعات دي شايف ان اهل سيناء واخدين صف في الجيش وبيساعدوا بس هل عب فتاح الهتلر قرر ان يوقف حربه على اهل سيناء لحد كده لا السيسي بدأ حرب جديدة من نوع تاني على اهل سيناء بس المرة دي بداع التنمية اهو اللازم بيقولها كده حرب التنمية المرة دي مش حرب الارهاب وطبعا اي تنمية مع عب فتاح اللي سلم البلد على المفتاح لازم بدايتها تكون تجريف تهجير ويا حبزة كمان لو في شوية اعتقالات وقتل وتعزيل عشان تبقى إبادة شاملة بق اه تنمية شاملة العذاب الجديد او مشروع التنمية الجديد زي ما السيسي ابن كوم شكاير التنمية ما بيقول اسمه مشروع توسعة ميناء العريش وده بدأ بقرار رئاسي سنة 2019 بناء لتبعية ميناء العريش لقوات المسلحة هو وخمسمائة فدان حوالي بتنقل الميناء لقوات المسلحة ليا هيكونش هنحارب اسرائيل منها ولا حاجة وطبعا بسبب الخمسمائة فدان اللي هيخدوهم دول هيهدوا من عليهم حوالي الف ومائة بيت ده غير بقى شوية منشآت تجارية على شوية مصالح حكومية على شوية شريهات حاجة كده على طرف المعلاقة يعني وطبعا كالعادة شوية تعويضات عبيضة واللي مش عاجبه هنهجره ونهد بيته ونحرق أرضه ونسمي البهاين بتاعته ومش هاخد حاجة في الآخر وطبعا المنطقة دي بما أنها بقت منشآة عسكرية فممنوع وجود أي مدني فيها واللي هيقعد هننفذ فيه قانون سكسونيا واللي هيقاوم هنحاكمه محاكمة عسكرية وهيروح وراء الشمس كالعادة انت متوقع أصلا ان أهل سينة ممكن يثقوا فيك ويصدقوا انك انت بالذات هتعمل لهم تنمية بعد كل اللي عملتوا ولسه بتعملوا فيهم هل فيه أصلا حد ممكن يصدق انك عشان تعمل تنمية لازم تشرد الناس وتهجرهم من بيوتهم ومانت بتعمل التنمية الميم السيناريو الوسخ اللي بيحصل في سينة من قتل وتهجير وتدمير بيقتل جوا أي سينة ويأي مشاعر انتماء للبلد دي وكل دا للأسف هيرد في سدرنا احنا في وقت من الأوقات مش في سدر السيسي سيناريو قتل الانتماء جوا كل واحد فينا تجاه البلد عن طريق الجوع والجهل والمرض والاعتقال والقتل والظلم والتهجير مش هنعرف مصيبته غير بعد فوات الأوان لما نلاقي ان أي احتلال بقى سواء إسرائيلي أو غيره الناس بيقابلوا بالأحضان وفرحتهم بسقوط النظام فربنا يستر وما نتفرجش كلنا في المستقبل على فيلم ليلة سقوط سينة ونشوفكم على خير إن شاء الله